بعد كل مجزرة يرتكبها الجيش الإسرائيلي يزعم جيشه استخدام أسلحة متطورة وذكية لتخفيف حجم الخسائر والأضرار في المواقع المستهدفة لكن الشواهد الميدانية والوقائع على الأرض تفند رواية الجيش الإسرائيلي أنا هنا فوق المنطقة التي وقعت فيها المجزرة الإسرائيلية في منطقة المواصي شاهدوا حجم الحفرة التي استخدمتها إسرائيل هنا في عملية الاستهداف التي تؤشر إلى استخدام إسرائيل قنابل ذكية ولكنها كبيرة للغاية نحن في حفرة الآن عمقها تسعة أمتار تحت الأرض وكذلك أيضا قطرها كما تشاهدون ربما يزيد على عشرين أو ثلاثين مترا بما يفند مزاعم ورواية الجيش الإسرائيلي رواية الجيش كذبة ودليل الصورة موجودة هذه هي أثار استخدام القنابل الموجودة التي تم استخدامها هذه القنابل لا تسادف شخص واحد كما يدعى أنه يسادف قنابل صغير على قدر الشخصيات المسادفة هذه القنابل سادفة مخيمة بالكامل تروج إسرائيل بعد كل مجزرة استهدافها قوى المقاومة في وسط هذه المخيمات المدنية التي تشاهدون على أرض الواقع أنها خيام للنازحين مأهولة بالأطفال والنساء وفي كل مرة أيضا يثبت كذب دعاوى الجيش الإسرائيلي فيش ولا أي مطلوب حماس بشهبل أنه يجوا مطالب هان يقعدوا حماس بشهبل إذا هما بدهم حماس يدوروا على حماس مدنيين كله هذا مدنيين هايوا في الخيام مدنيين قاعدين كله مدنيين أما تقول لي حماس مقاومة فيش مقاومة هان بالمرض تفيد الشواهد الميدانية على الأرض بعد كل مجزرة استخدام إسرائيل قوة نيرانية هائلة ومميتة لقصد إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في الممتلكات والأرواح وهذا ما أكدته مؤسسات دولية وحقوقية محلية أيضا من موقع مجزرة المواصي غربيخا يونس أحمد غانم الميادين اشتركوا في القناة